أولاً أنا في عدة تدخلات تلفزيونية تحدث أن برنامج سيد رئيس الجمهورية عبد المجيدة البونية تقاطع مع برنامج حزب جبهة التحرير الوطني ما هو السبب الذي خلنا ندعم الرئيس لعهدى ثانية أولاً كنا معلناش على الموقف تحزب جبهة التحرير الوطني كنا دائماً نقول في عدة تجمعات عند استدعاء الهيئة الناخبة من طرف سيد رئيس الجمهورية وهي يوم ثمانية جوان ستنعقد اللجنة المركزية وهي القيادة بين المؤتمرين وتدلو بدلويها وهذا ما جرى لأن حزب جبهة التحرير الوطني حزب مؤسسات له قيادة لا تأخذ القرارات انفراضية والقرارات لابد أن تكون جماعية وخاصة باستحقاقات أساسية ومحورية كالرئاسية إذن انعقدت اللجنة المركزية يوم ثلطاشة جوان ونهيب كما قلنا كما جاء في الخطاب أننا نهيب بسيد رئيس الجمهورية للترشح ونلتمس منه للترشح لمواصلة إنجازاته عن الأسباب سيبا مبارك؟ ما هي الأسباب التي تركت حزب جبهة التحرير الوطني يدعو السيد الرئيس؟ يدعو الرئيس ويلتمس من السيد الرئيس لمواصلة عمله خدمة لهذا الوطن فرئيس الجمهورية لابد المقارنة هنا يطرح سؤال لابد المقارنة قبل 2019 وبعد 2019 قبل 2019 ولك من كان يقول ما عندناش با هنخلص العمال خازينا فرغت بعد سعطاشة جوان وبعد انتخاب سيد رئيس الجمهورية جاءت جائحة كورونا مرت الجزائر بأزمة كما مرت كل الدول من هذا الوباء لكن بفضل حين كنت وبصير سيد رئيس الجمهورية أقدرنا أن نتجاوز هذه المحنة وبالفضل التعاون والتضامن بين أبناء الشعب الجزائري في الخارج وفي الداخل مع ما دعوة صريحة لاستكمال كل هذه الإصلاحات والإنجازات إذن ما هو السبب السؤال المطروح ما هو السبب قبل 2019 كانت الخزينة أقل فيها أقل من ربعين مليار دولار بعد 2019 اليوم الخزينة رأي وصلت السبعين مليار دولار المشاريع الأساسية لموجودة عدنا أولا بدأ بدستور 2020 ثم عودة الدبلوماسية الجزائرية للواجهة ورانا نشوف الإنجازات الاقتصادية والمشارع استراتيجية مشروع غارج بيلات الفوسفات السيكة الحديدية بين غارج بيلات وبشار السيكة الحديدية بين الجلفة وتمرست هذه المشاريع هذه راح تفتح تمتص يعني البطالة يعني راح تكون يد ليد العاملة راح يكون مناصب شغل لأبناء هذا الوطن في صحرائنا راح تكون مشاريع ليستفدوا بينها أبناء هذا الوطن هناك ثاني المؤشرات المحفزة أولا النمو الاقتصادي يصل 4.2% المؤشرات المحفزة الانطلاق في 6.000 مشروع استثماري ابتداء من 2026 اجتماعيا وصرة زيادة في الأجور منحة البطالة كاسمها ادماج نصف مليون من الشباب في مناصب دائمة كانوا مناصب مؤقتة ثم راحي مناصب دائمة اقرار من حيط البطالة لاثنين مليون شاب توزيع سكن على بمختلف سياغ حوالي 1.5 مليون سكن بمعنى سيد عبدال سبح سبح القضاء على الفوارق التنموية ومناطق الظل اذا ارانا نعمل ان في 2027 راح يكون دخل الوطني الخامس يصل الى 4400 مليار دينار كل المشاريع الاستثمارية اللي ستنطلق رسميا بدءا من 2026 تخلق مئات الالاف من مناصب الشغل كذلك المشروع انت اضرار بما يخص الحليب مع قطر هذه المشاريع كلها راح تفتع مناصب شغل راح تنمي يعني العجلة تنموية على اقتصاد انتعنا هذه الاشياء كلها تطلب مننا كحزب وطني ان الدعم رئيس الجمهورية ليكمل المشاريع هذه اللي راهي في طريق الانجاز طيب سي عبد الكريم بن بارك بن قوسين بارك تفضل ابتداء بربي ان شاء الله ابتداء من 2027 فلربما راح نجني الثمار انتع هذه المشاريع انشاء كذلك اسمحي لي كذلك بالنسبة للقمح الصل حوالي مؤخرا الانتاج وصل حتى 8% من الاكتفاء الذاتي طيب سي بن بارك لما نتحدث عن الرئاسيات نتحدث عن ما تشهد اليوم الساحة السياسية راهي تشهد العديد من التحالفات لماذا أصبحت اليوم بعض الأحزاب تلجأ لهذه التحالفات السياسية